إذن لتفاصيل أوفا مشاهدين الكرام ينضم إلينا مباشرة من بغداد النائب عن تحالف الفتح السيد سالم العمبقي مرحبا بك سيد سالم يعني بداية تحالف إدارة الدولة يضم العديد من التيارات والكتل بالتالي وافتراضا فإن هذا سيقود إلى تعقيد الحوارات من أجل اختيار الحكومة هنا ما هو المشهد الأقرب لحوارات تشكيل الحكومة وإلى أين وصلت؟ بالنسبة لمشهد الحوارات المستمرة لتشكيل الحكومة أعتقد كل الكتل وكل الأطراف التي فيه اتلاف إدارة الدولة هي تدرك الوقت وأهمية الوقت وأن على جميع الكتل أن تختار شخصيات وتقدمها لشغل الحقائب الوزارية أن تكون هذه الشخصيات هي شخصيات مهنية شخصيات كفوة شخصيات قادرة أن تعبر بهذه المرحلة ولا تأتي بشخصيات جدلية أعتقد كل الكتل سوف تسرع وهناك مناقشات باستمرار بأن ضرورة تكمي إكمال الكابينة الوزارية قبل الموعد المحدد وهذا ما نتمنى هو ساعينا له وخصوصا أن الكتل قد انتظرت كثيرا لولادة هذه الحكومة وهي انتظرت أكثر من سنة إذن الجميع عليه أن يكون قد اختار الأسماء لشغل الحقائب الوزارية وهذه الأسماء تكون لها في المرحلة المقبلة كما تكون للعراق سريعة في اختيار التشكيل الوزاري من قبل رئيس الوزراء المكلف لكي تنهض هذه الحكومة بالعباء التي يعاني منها البلد في الخدمات وفي الأمور الأخرى هل أن هناك كابينة مهيئة الآن أمام السيد السوداني يتم التنسيق بين تحالف إدارة الدولة وبين باقي الكتل السياسية من أجل تمريرها في جلسة البرلمان التي ربما لم يحدد وقتها إلى الآن أكيد الكابينة نحن لا نقول كاملة حاليا ولكن الجميع مجمع على أن تكون في أقرب وقت الجميع يدرك المعايير والرؤية التي قدمها السادة محمد شاع السوداني للوزراء والأسماء التي يجب أن تقدم له لأنه سوف يكون في هذه المرحلة رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية كاملة وبمشاركة الكتل التي كانت سببا في اختياره إذن الكابينة الوزارية من جميع الكتل تدرك ضرورة أن تقدم أشخاص مناسبين وأشخاص ليس جدليين وأشخاص يشهد وزراء يكونون تشهد كفاءة ومهنية وكذلك عتم استعداد التواصل مع المديريات في المحافظات هذه الفجوة الكبيرة التي حدثت في السابق إذن الجميع يدرك أن يجب أن يكون الوزير المسمى من قبل الكتلة أن يكون مقبولا وأن لا يسبب في رفضه أكثر من مرة ويؤخر تشكيل الحكومة الجميع الكتل لها نفس الرؤية وهي ضرورة أن تقدم أسماء تكون مساعدة للأخ محمد شاع السوداني في تشكيل كابينتا وتكون لها الأولوية إن شاء الله في الموافقة من قبل شخصية السيد محمد شاع السوداني نعم سيد ساي لأن اختيار الوزير من قبل الكتلة إذا كان صحيحا ومبني على أسسل وعلى الرؤية التي تطرحها فأكيد سوف يتم تشكيل الحكومة في أسرى واقف واضح يعني تتحدث في العموم سآتي على الخصوص وعلى التفاصيل أدق ولكن اسمح لي أن أنتقل هذه المرة إلى ضيفي من الدهوك السيد تشاي تيمور أنها بعن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيد تيمور يعني جرت اليوم مراسم تسليم السيد رشيد لرئاسة الجمهورية إلى أي مدى عكس تسلم السيد عبدالطيف رشيد لرئاسة الجمهورية مبادئ الحوار أو معطيات الحوار بين الأحزاب الكردية وإلى أي مدى سيفضي إلى تفاهمات فيما يتعلق ببقية المناصب نعم تحياتي إليك ولكل مشاهدي قناة العراقية الإغبارية نتمنى أن يكون ذلك بادرة خير انتخاب السيد لطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق وهو بالمناصب مرشح توافقي من كل قوى إدارة الدولة إلا الأخوة في الاتحاد الوطني الذين ارتقوا أن يصروا ويتمسكوا بمرشحهم الرئيس السابق برهم صالح وكنا نتمنى أن يتجاوزوا هذه العقدة وأن يتفقوا معنا وبقية قوى إتلاف دارة الدولة في تسمية السيد لطيف رشيد رئيسا للعراق ولكن في الإمكان التجاوز على بعض المعضلات التي قد توجهنا في المرحلة القادمة ومنها الاتفاق على بعض المناصب الوزارية في بغداد طيب يعني بالمقابل هل تم الاتفاق مع اتلاف إدارة الدولة على بقية المناصب هل تم دعني أسميها ترضية الأحزاب الكردية الأخرى التي ربما كانت تنافس على الرئاسة الجمهورية وعلى الأقل لديها مقاعد في القاعدة الشعبية الكردية هل هناك اتفاق بين الأحزاب الكردية على ما تبقى من مناصب على الاعتبار أن رئاسة الجمهورية لها عدد من النقاط ستنعكس على كيفية توزيع المقاعد أو الوزارات أو المناصب الأخرى مصب رئيس الجمهورية الذي حصل عليه سيد لطيف رشيد هو باتفاق جميع قوى إطار اتلاف إدارة الدولة لا أتحدث عن اتلاف إطارة الدولة سيئة النائب أتحدث عن الأحزاب الكردية الديمقراطية والوطنية تحديدا نعم الأخوة في الاتحاد الوطني يقولون بأن سيد لطيف رشيد هو مرشحهم وبالتالي حضو قياده في اتلاف الاتحاد الوطني وبذلك سيخسرون نقاطهم لأنهم حصلوا في الأول الأخير على مصب رئيس الجمهورية والوزارات المتبقية والتي يمكن أن تصل إلى أربع وزارات ستبقى لحزب الديمقراطي الكردستاني ويمكن أن يمنح أحد هذه الوزارات لبعض المكونات شعب أقليم كردستان أول حصاب الكردية الموجودة الآن في داخل الفلبان واضح اسمح لي سيد تيمور أن أنتقل من جديد إلى بغداد مع سيد العمبك سيد سالم المشهد في كردستان وتمرير رئيس الجمهورية وبالتالي التكليف السوداني هل بهذه الخطوات نكون قد قطعنا أصعب الأشواط أم أن القادم هو الأصعب فيما يتعلق بتمرير الحكومة وإرضاء جميع الأحزاب والتيارات كما على الأقل يريد تلاف إدارة الدولة أكيد عندما تم الاتفاق على اختيار سيد لطيف رشيد لرأس الجمهورية قطعنا أشواط كبيرة وتقريبا عبرنا إلى بر الأمان لأن أعتقد الجميع مدرك أن اختيار رئيس الجمهورية كانت العقبة الحقيقية يعني لو اتفق على هذه التسمية حتى في زمن التحالف الذي كان التحالف الثلاثي لمرره وتم تكليف رئيس وزراء في أي شخصية معينة كانت في ذلك الوقت ولكن عندما حسمت في هذه المرة أعتقد أنه سوف يسرع في تشكيل الحكومة الاتلاف إدارة الدولة كله تبنى السيد رئيس الجمهورية إذا نعتقد الحوارات المستقبلية لا يؤخرها أي شيء الجميع مقبل إن شاء الله عن قريبا على تشكيل الكابينة الوزارية حيث أن العقبة الرئيسية كانت في عدم موافقة حزب الديمقراطي الكردستاني على ضرورة أن يكون تغيير اسم المرشح لرئاسة الجمهورية وقد حصل اتلاف دولة موافقة جميع إعضائه على أن يكون الانتخاب داخل البرلمان هو الفيصل وقد اختار النواب الشخصية للرئيس الجمهورية الجديد ونتأمل فيها خيرا إن شاء الله سيستلم من خلال ما تفضل به أيضا سيادة النائب شاي تيمور أن الوزارات الأربعة التي ستكون من حصة الكرد ستكون للحزب الديمقراطي هذا يعطي انطباعا أن هناك تقسيما للوزارات للأحزاب والكتل ربما بحسب المقاعد ربما بحسب التأثير الشعبي ربما بحسب مدى المقبولية كيف سيتم التقسيم من وجهة نظر الفتح خصوصا أنها ضمن اعتلاف إدارة الدولة ولها صلاة أو هي مقربة أيضا من السيد السوداني كيف ترى أن التقسيم سيكون للوزارات وما هي الكتل أو الأحزاب التي ستكون مشاركة أعتقد بالنسبة لإطار الدولة يعني الإطار التنسيقي والإطار هي تدرك أن الإصراع في تشكيل حكومة مهم وهي متفقة على أن هناك معايير لاختيار الوزراء سيد سلم هذه العموميات إذا كنت تسمعون سيد سلم سيد سلم تتحدث بالنسبة لكوان الوزارات يتم نعم طيب تتحدث بالنسبة لأعرف أن الإطار أو تحالف إدارة الدولة وبقية الكتل تريد أن تسرع بتشكيل الحكومة والكل طبعا يريد الإصراع بتشكيل الحكومة نظرا لارتباط تشكيل الحكومة بالكثير من الملفات من بينها المشاريع من بينها إقرار الموازن من بينها الكثير من الملفات ولكن هنا أي الأحزاب التي سيحرص السيد السوداني على إشراكها في الوزارات التي قيل أنها ستكون 23 وزارة أعتقد الأحزاب التي تشارك فيها الحكومة هي التي لديها ثقل انتخابي وأعتقد كل الأحزاب التي سؤالك واضح على الإطار التنسيقي هناك أحزاب أعتقد الشخصية السيد محمد الشاعر السوداني سوف تفاجئ الجميع إن شاء الله أنه أعتقد مقرب من الجميع وكذلك لديه رؤية يجب أن ينتزم بها الجميع إذن هناك توزيع الحقائب على الثقل الانتخابي وعلى المقاعدة التي حصل عليها في داخل مجلس النواب وهذه لا تسبب مشكلة للجميع أعتقد الجميع متفق عليها الوزارات الذين سوف يتم اختيارهم قبل محمد الشاعر السوداني من الإطار أو من غير الإطار هناك أوزان انتخابية معمول بها في كل الدورات السابقة إذا كان رئيس الجمهورية درجات خاصة وكذا رئيس الوزراء وإذا الوزارات الأخرى إذن نحن لا نعاني من هذه المشكلة بقدر ما نعاني مشكلة الوزراء هل الوزراء الذين سيقدمون قادرين على أن يوفوا بعهودهم أمام الشعب في خدمة الشعب نريد هذه المرحلة وزراء يكونون فعلا عون وخدمة المواطن لدينا محافظات مهملة لدينا تخبط في المحافظات لدينا أمور كثيرة يجب أن يكون الوزير ليس في بغداد فقط وإنما ينزل إلى المحافظات وعندما يأتي النائب أو أي مسؤول آخر برؤية أو عن واقع محافظة يكون هذا الوزير مدرك لهذه المحافظة وهمومها ومشاكلها وكيفية حل هذه المشاكل اتضحت الفكر سيد سالم وكأنه ليس في العراق هذا واضح والمشاكلة هي في اختيار الشخصيات الكفوة النزيهة نعم نعم واضح سيد سالم ابقى معي أعود لك سيد شاي تيمور هنا قبل قليل ذكرت بما أن منصب رئاسة الجمهورية الذهب إلى الوطني بشكل طبيعي فإن الوزارة الأربعة ستكون للديمقراطي الكردستاني هذا يعطينا ربما استدلالا على أن الحزب الديمقراطي وضع الأسماء ورشح الأسماء التي ستتولى الوزارات الأربعة التي ستكون ضمن حكومة السيد السوداني هل هذا الكلام صحيح؟ طبعا للحزب الديمقراطي الكردستاني يتصور واضح لما سيطلبه من وزارات ويؤكد عليه ولكن يبقى الأمر غير محسوم يبقى الأمر خاضع للنقاش لأن هناك بعض الكتل الأخرى التي ربما ترغب في إشغال تلك الوزارات ما الوزارات التي تريدون سيد شاي ما الوزارات التي يرى الحزب الديمقراطي أنها من حقي هل هناك أربع وزارات بعينها هي التي يريدها الحزب الديمقراطي طبعا من بين الوزارات هناك على الأقل وزارة سيادية أما الخارجية أو المالية ويبقى الأمر الآخر الإعمار يمكن من أحد هذه الوزارات فيما سبق كان يشغل الكرد وزارة العدل الذي يعتبر أيضا مهمة يمكن طبعا إذا صنفنا الوزارات إلى عدة درجات يمكن عمليا أن نحصل على وزارة سيادية واحدة طيب وللحزب والقيادة للحزب تصورات عن ذلك عن الأشخاص الذين من الممكن أن يشغلوا تلك المناصر تصورات أم أسماء واقعية ويعني موجودة فعلا لا قسم منهم موجودة ويمكن كانوا يعني على سبيل المثال سيد تيمور سيد تيمور على سبيل المثال من مرشحكم للخارجية أعتقد فرصة بقاء سيد فؤات حسين لازالت قوية طيب سأبقى فقط في الوزارات السيادية سأبقى في الوزارات السيادية حصرة نعم للمالية من ترشحون إذا حصلنا على وزارة الخارجية فحصلنا على وزارة المالية في حال عدم الحصول على الخارجية هنا الحديث ندرك في حال عدم الحصول على الخارجية وكانت المالية من حصتكم يطرح يطرح هناك تسريبات يقال بأن سيد شاري الزيباري هو مرشح لتبوى أحد المناصب السيادية أما هو سيد فؤات حسين وسيد بنجين الريكاني كان وكيلا للوزارة ووزيرا في أما دورة ودورتين أو حكومة وحكومتين من الأسماء المطروحة وكذلك سيد نازالين وسؤال الوزيرة الحالية للعمار طيب سيد تيمور ألا ترى أن هذه الأسماء رغم ملفها الحافل بالإنجازات ربما أو تسنم المناصب ولكن ألا ترى أنها تتعارض مع رغبة السيد السوداني باستقدام شخصيات غير مجربة أو غير متسنمة لمناصب في وزارة سابقة لا أدري ما هي دواعي أن يكون الوزراء كلهم جدد هل أصلا إن الخبر صحيح أو لا ولكن إن كان الوزراء لهم تجربة تجربة حكم وتجربة إدارة وزارات ولم يكن لهم عليهم أي ملاحظات سلبية فلماذا لا يعادوا طيب يعني تشير عليهم ملاحظات نعم سيد تيمور تشير الأنباء إلى أن السيد السوداني سيتواجد يوم غد في أربيل للقاء السادة يعني السياسية ربما أو الكتلة السياسية وبعض القيادات في إقليم كردستان هل هذه المعلومات مؤكدة وإذا كانت مؤكدة ما برنامج هذه اللقاء إذا كنت تعرف عنه شيئا باعتقادي سيد محمد الشاعي السوداني آجلا أو آجلا سيزور أقليم كردستان وبالذات العاصمة أربيل وسيلتقي ب قيادات الحزب الديمقراطي ويمكن أيضا يلتقي ب أكيد بالسيد رئيس مسعود البارزاني وأيضا سيكون أحد مفاصل الاجتماع أو لقات الاجتماع هو التشكيل الوزارية وحصص الحزب الديمقراطي فيها وسيتفاوف على ذلك واضح ابقى معي وكذلك البرنامج الحكومي هذا مؤكد ابقى معي أعود لك سيد سالم من جديد يعني يقودني ما تفضل به سيد تيمور ضيفي من إدهوك إلى السؤال التالي هو ما آليات اختيار الوزراء إذا كنا في البداية نتحدث عن شخصيات غير مجربة أو غير مستقدمة في وزارات سابقة الآن الحديث ربما يدور عن رغبة الأحزاب أو الكتل المرشحة لهذه الشخصيات باستقدام شخصيات كانت مجربة أو كانت موجودة في حكومات سابقة بالتالي ما هي الآليات التي سيتبعها اتلاف إدارة الدولة أو السيد السوداني لاختيار مرشحه للوزارات أكيد بالنسبة لاختيار الوزراء سوف يكون على الضوابط والرؤية التي طرحها السيد الرئيس الوزراء المكلف من هذه الرؤية أن تكون النزاهة والسمعة الطيبة والمهنية والقدرة على أن يكون وزير مرحلة حالجة يمر بها البلد سيد سالم جميع الكتل سيد سالم لو سمعتني هذه المطالب سيد سالم إذا كان هناك شخصية غير مجربة غير مجربة سيد سالم إذا كنت تسمعني يعني لو سمعت أريد يعني ما تتفضل به واضح ومعلوم لدينا جميع أتحدث هنا عن مدى التفاهمات أو المساحة التي يتحرك فيها السيد السوداني مع الأحزاب المرشحة لمرشحيها للشخصيات التي يفترض أن تشغل وزارة هل هناك إمكانية أو مساحة لسيد السوداني لقبول أو رفض هذا المرشح أو ذاك أكيد السيد محمد الشاع السوداني يتمتع بكامل الحرية في رفض هذه الشخصيات إذا كانت مخالفة للمعاهرة وضعها وهذا نحن كنواب في جلسة تختيار رئيس الجمهورية أكثر نواب تكلمنا مع السيد محمد الشاع السوداني في هذه المرحلة أن الفشل فشل حكومة محمد الشاع السوداني يعني فشل العملية السياسية برمتها إذن الشخصيات يجب أن تكون وفق معايير ورؤية قد وضعها رئيس الوزراء لكي يكون مسؤولا عن كابينته الوزارية واتفقنا معه كنواب أقصد وليس حتى خارج مشاورة الكتل أن نكون له سندا وعونا في هذه المرحلة وعندما يأتي بملف أي وزير مخالف عمليات اختلاص أو عمليات تقصير أو فساد وما ذلك نحن معه وسنقيله على الفرن صوت له كذلك كتل أخرى نحن نرجع إلى شخصيات الوزراء وما هي شخصيات هل هو مستقل أو مجرب أو غير مجرب نحن في العملية السياسية يجب أن نفهم شيء وهو أنه الوزير ليس مجرب أو غير مجرب وإنما كفاءة هذا الوزير إذا كان الشخصية كفوئة وقادرة وناجحة في عملها قبل اليوم فما الضير أن يأتي اليوم أما إذا توفر شخص لأول مرة يأتي ويجي جديد ويمتلك إمكانية والكفاءة فأكيد على من يريد أن ينهض بالعراق وينهض بحكومة خدمة حقيقية أن يأتي بهذه الشخصية إذا كان مستقلا وإذا كان متحزبا ليس العبرة في التحزب واضح على إدارة وزارته بنجاح واضح أنا أشكرك كثيرا ليس فيها مجاملات كثيرة نعم شكرا لك النائب سالم العمبكي كنت معي مباشرة من بغداد كذلك أشكرك سيد شياي تيمور النائب عن الحزب الديموقراطي الكردستاني ضيفي من ذهوك شكرا لكم لكل هذه المعلومات